محب بخابرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس أهلا وسهلا بك كابتن منورنا تحاية ليه كابتن أيمن وتحاية الكل مشاهدي ومتابعة قد تدل أهلي في كل مكان تحاية طبعا للكابتن علاء ميهوب كابتن أسام عرابي كابتن أحمل بلال وكابتن عدين نروح لتاكم التحكيم الأول بس هنتكلم على الحاكم مصطفى غرباء لكابتن أيمن طبعا هنهاردة كان تاكم التحكيم الجزائري بالكامل كان معه مقران المساعد رقم واحد وكان معه عباس أكرم المساعد رقم اثنين ونبيل بحالفة اللي كان الحاكم الرابح قبل ما نروح لحالة تحكيمية هنتكلم على مصطفى غرباء لبس نذكر مين هو الحاكم وسنه قد إيه وهل عنده إمكانية يروح كاسعالم اللي جاية ولا ما عندهش مصطفى غرباء من أفضل الحكام اللي موجودين كابتن أيمل على مستوى القارة ويمكن هو 36 سنة لعب كل البطولات في الاتحاد الفريقي لعب كل البطولات في الاتحاد الدولي بالسلسناء كاسعالم اللي جاي 22 قطر هو طبعا مرشح بقوة أنه هو هيكون موجود في كاسعالم اللي جاي طبعا هو قدر طبعا النهائي الأفريقي النسخة السابقة ما بين الناد الأهل والزمال وكان قدر مباراة بالشكل جيد جدا جدا مصطفى غرباء للنهاردة بنقول الاتحاد الفريقي بيعاول عليه كابتن أسامة حكم من أفضل الحكام اللي موجودين في القارة اداله كل حاجة كاسعالم عندها لعب لعب بتوت كاسعالم الناشئين لعب أمة أفريقية اللي هي 2019 هنا فاصل لعب أربع مباريات يعني عنده الفرصة في أنه هو كمان يروح كاسعالم اللي جاي ومش بس مرة لا ممكن مرة واثنين وثلاثة طبعا نروح لي المباراة النهاردة كابتن أيمان بنتكلم فيه أربع عناصر مهمة جدا جدا نمرأ واحد عنصر اللي أقل بداني النهاردة وهو النهاردة كل التحكم النهاردة بيشتغل على اللي يقل بداني يا كابتن أيمان مش بس أنك أنت عندك لقب دانية بس أنك أنت تجري طول الشوطين لا أنه عندك لقب دانية لو أنك أنت تستخدمها بأسلوب يتناسب مع المباراة يعني إيه أنك أنت تتوقع أسلوب وطريق اللعب الفريقين هو النهاردة مصابة غربالة عنده إيه عنده تنوية في السلوب الجاري عنده رشقة ومرونة تحمل عام وتحمل سرعة والسرعة الانفجارية عند اللزوم اللي هو بيبقى موجود داخل الصندوق يعني هو بيقدر كمان يبقى عنده القدرة أنه هو يستخدم ويعمل تنوية في أسلوب الجاري كابتن أيمان ودي كانت ميزة مصابة غربال فيه وبدانيين على مستوى علي جدا 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 وهو يمكن بدايته كمان التحكمية يمكن هو اشتهر به الناحة البدنية ونهارة حاجة بقولي بيعاول على الناحة البدنية لأنك أنت بتبقى من خلالها تقدر أنك أنت تتواجد فيه الحدث المضبوط هروح لي مفهوم أو تطبيق مفهوم إتاحة الفرصة كل حكم يعني يليه فلسفة في الإتاحة كاتن أسان في حكم عنده إمتى يدي وإمتى ما يديش هروح لي ديئة 62 النهاردة بالحال اللي هي اللي أنا قلت إنه ده حكم كبير ديئة 62 في هناك مخالفة تم ارتكابها ضد طائر محمد طائر الكرة ارتدت وراحت لأفشة كاتن عادل كان حيسدد هو كان ممكن أن يصفر على حد المنطقة وإدي المخالفة هو سمح باستمرار اللعب وراحت لأفشة اللي يمكن اتلعبت وكان ممكن أن هو يسجل منها هدف وهنا بنقول قدرة الحكمة لأنه هو إيه يدي إمتى يدي وإنت ما إمتى مديش نقول كمان ليه الجمهور يعني إيه مبدأ تحت فرصة كابتن أيمان وإنت بتدي الأفضلية للعب هل تدي له المخالفة ولا تدي له الفرصة إنت بتشوف هنا إيه الأفضل بعد حكام النهاردة ممكن يدي المخالفة على حد المطقة الجزاء لأن فيه هناك بعض اللعب عندهم المهارة الكبير أن هو بيسدد ولكن أنا بقول إيه هو إيه سمح لأن كان أفشة في حالة تزديد وبالتالي هنا بشيد به في دقيقة 62 هروح ليه الحاجة التالتة وهي يحتساب المخالفات الفنية والعقوبات الانضباطية وإذا شيء مهم جدا جدا الحاكم هو النهاردة طول شوطي القائل كابتن أحمد 10 العشر المخالفة المخالفة كلها بيحتسابها بشكل كبير حتى العقوبات الانضباطية بشكل كبير باستثناء ديئة 87 وهنا بنقول الحاكم وأنا بقوله مصافة النهاردة أنت عملت مبارة كبيرة بس كان النهاردة في ديئة 87 كان ممكن يبقى فيه خطأ كابتن العلاء النهاردة خطأ يؤدي إلى تسجيل هدف غير الشرح اللي هي مخالفة محمد الشناوي طبعا هي أنا لابد أنا كحكم خلال آخر خمس دقيقة أو عشر دقيقة كابتن عيمن لازم أن أكون مركز كويس قوي 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 ومنش غادر المباراة يعني أنا ممكن النهاردة ديئة 87 مخالفة واضحة ضد الشناوي وإنت تخلي عبا يتواصل هو النهاردة ربنا كرمه في أن هي خرجت طبعا لأن النهاردة المخالفة واضحة والسلام الكوع هو كمان للأسف مفيش فار يعني النهاردة لو كان في فار كنا ممكن نرجع ولكن بقول لهم صفا نهاردة أنت عملت أمورك كبيرة ولكن لحد ديئة 90 كان يجب عليك أنك أنت تتواجد في الحدث هنا أو هلا دي ممكن الحالة الوحيدة اللي هو أخطأ فيها ومحسبش المخالفة إدارة المباراة هو كمان يعني عنده درجة جيدة جدا كابتن عيمن ومصعبش الأمور على نفسه ممكن هو سحي المباراة لنفسه وبالتالي النهاردة بشكل عام بقول لهم أداروا مباراة بشكل جيد هو وطاكم التحكيم اللي كانوا موجودين معها الرغم النهاردة كان فيه تحدي كبير إن ما كانش الفار موجودة كابتن عادل ودي ميزة الحاكم إنك أنت بتلعب والفار مش موجود فبالتالي بيبقى المجهود أكبر بكتير جدا طيب اتفعوا النهاردة مع حامل الرأي حاجة جميلة جدا جدا هو على فكرة طاكم التحكيم ده بيلعب معها على طول كابتن عيمن على طول على طول بالسلسناء يمكن الحاكم المساعد رقم 2 دي ممكن أول أو تاني مرة بيلعب معه هو كان معه مقران وهو دولة التحدي الفريق دايما بيبقى حاطة أطقم مع بعض كابتن عيمن كابتن علاء كابتن جلال أو أنا حاكم رابع يبقى إحنا دايما مع بعض في كل مباشرات اللي بيلعبها إحنا أربعة بنيلعب ليه بيعمل الكلام ده؟ لأن هنا بقى فيه تفاهم وتجنس فيه احتساب المخالفات سواء كانوا حاكم مساعد أو اللغة كمان والتفاهم ما بين الحاكم والحكام المساعدين وحتى كنت حاكم تاني بنقول فمهم جدا أنك إنت اطقم التحكيم الأب معاك بيبقى على دراية من أنت عندك إيه أو أنت عاوز إيه طيب من دور التمانية إن شاء الله هل حيتم تطبيق الفار بالزبط كده هوا هنا الفار بيطبق من دور التمانية أنت عارف الموردة اللي بتغلب بيخرج وبالتالي هنا بنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا كابتن أن الفار بيطبق لأن كمان بيبقى فارد على الأندية اللي هي وسط دور التمانية أن هما عندهم الفار أو بيستطيع تحفق للتكنولوجيا بتاعة الفار في دور التمانية بنقول مبروك لناد الأهلي قد مباراة بشكل كبير ونتمنى إن شاء الله بإذن الله في الأدوان اللي جاية أن الناد الأهلي يوصل وبنقول طبعا الأهلي والزمالك هما كرة القدم في مصر